المنافسة في فئة السيدان العائلية وصلت لأقوى مستوى من سنوات طويلة فبعد ما تعرفنا معكم على الجيل الجديد من تويوتا كامري وهوندا أكورد في تجارب مفصلة العام الماضي عادت نيسان ألتما لساحة المنافسة بعدما بدأت بالانطلاق للأسواق بشكلها الجديد مؤخرا ومن بضعة أسابيع فاجأت هيوندي الجميع بإطلاق سوناتا الجيل الجديد كليا واليوم حنقارن لكم بين مواصفات هيوندي سوناتا 2020 ونيسان ألتما 2019 اللي هم أحد السيارتين حينافسوا بقوة في هذه الفئة البداية مع التصميم سوناتا 2020 بتعتبر سيارة مختلفة تماما وبيعكس شكلها لغة تصميمية جديدة من علامة هيوندي والجديد بالذكر أن التصميم أبهر الصحف والخبراء والعملاء حول العالم بتفاصيل الجريئة والجديدة أما ألتما فتغيرت بشكل كبير وصارت تتميز بتصميم أنيق وأجمل من السابق رغم أنه نيسان اعتمدت على نفس اللغة التصميمية اللي شفناها في ماكسيما بالنسبة للأبعاد سوناتا الجديدة سار حجمها أكبر بوضوح من الجيل السابق ولما نقارنها مع التما الجديدة حنلاقي أن الأبعاد متشابهة جدا والفرق ضئيل جدا وحتظر أمامكم على الشاشة أبعاد السيارة بالتفاصيل المقصورة تحسنت بشكل مذهل في ألتما الجديدة المقاعد تصميمها مستوحى من مقاعد عدام الجاذبية في وكالة ناسا مع دعامات إضافية مزدوجة الكثافة مصنوعة من الإسفنج بتضمن تماسك ودعم بدرجة أفضل وتم تزويد المقصورة بشاشة عرض للنظام الترفيهي بتعمل باللمس مقاسها ثمانية بوصات مع شاشة أخرى مقاس سبعة بوصات لعرض المعلومات داخل لوحة العدادات وكمان حتوفر ميزة إقفال الأبواب وتشغيل المحرك عبر ساعات أبل واتش أو أندرويد وير سوناتها كمان جدت من قصورتها بالكامل وارتفع مستوى فخامتها بشكل واضح وبتميز بلمسات من الكروم وإضاءة داخلية محيطة مع شاشة عرض للنظام الترفيهي مقاس 12.3 بوصة أكبر بكثير من شاشة ألتما وكمان حتتوفر شاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة ومن التقنيات الجديدة في سوناتها 2020 ميزة تحويل الهاتف الذكي إلى مفتاح رقمي عبر تطبيق للجوال بالنسبة للأداء حتتوفر نيسان ألتما بمحركين الأول أربع سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتر متر والمحرك الثاني هو تيربو سعة لترين بيولد قوة 248 حصان وعزم دوران 370 نيوتر متر هذا المحرك بيعتبر أول محرك على مستوى العالم مزود بتقنية الضغط المتغير الجديدة اللي بتحافظ على توازن المحرك خلال عملية التبديل بين السرعات عشان تعطي استهلاك أفضل للوقود وحترتبط محركات ألتما مع غير متغير باستمرار CVT أما السونات الجديدة الشركة الكورية أعلنت عن محركين أربع سلندر حيتوفر في الأسواق العالمية الأول تيربو سعة 1.6 لترات بيعطي قوة 180 حصان و264 نيوتر متر من عزم الدوران والثاني حيكون بسعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 245 نيوتر متر وحترتبط المحركين مع غير أوتوماتيك من ثمانية سرعات وحتظهر قدامكم على الشاشة تفاصيل محركات السيارتين والآن بعد ما قررنا بين مواصفات السيارتين صار دوركم عزائنا المتابعين عشان تختاروا سيارتكم المفضلة في فئة السيدان متوسطة الحجم هل هي نيسان ألتما 2019 ولا هيوندي سوناتا 2020 ولا سيارة ثانية شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات اشتركوا في القناة